نعم نعم طيب طيب خليها ماتوا خليها الآن لأنه إحنا بدنا نبلش محاضرتنا فما رح أقدر أحلك مشكلتك الآن لكن خلينا نشوف إيش اللي بصير معنا إن شاء الله لقدام تمام إن شاء الله حياكم الله وإياكم آآ شعب اللي هو مين هون في عندنا آآ الشذأ الشقاح أو الشقاح حياك يا الله يا بنتي آآ أنا مبارح سجلت عندك كنت عن دكتور معاد بس آآ أنا كنت من الأول يعني بدي أسجل بهاي الشعبة وفتحت فحطت مبارح وما حطتني يعني بجروب التيم وكل المحاضرات هديك راحة علي آآ طبعا أكيد يعني مدام أنت مبارح معناته بمحاضرات التيم بتكون راحة عليك على كل حال حياك يا الله وبياك يا بنتي آآ أنت بسجلة متأخرة آآ يعني بدك يديري بالك وإذا في عندك أي مشكلة تابع معي طيب أنت راح تضيفني على التيم يعني آآ احضر المحاضر اليوم ومدام أنت موجودة بشعبتي راح أضيفك على التيم ولا همك آآ هو في زميلة إلي بعثت الرابط إلي يعني تابعت هاي هاد الميتينك بس أنا مش موجودة آآ مش موجود بالجروب نفسه مش مشكلة أنت احضر المحاضر اليوم مش تقدري آآ آآ احضريها وأنا بعد المحاضرات أنا عندي محاضرات هي ورا بعض أدوي السموم بعد هيك في عنده بعدها إن شاء الله بضيف الأسماء بدأ شوف كل يوم بزيدولي أسماء قاعدين مش عارف يعني قالوا لي ثمانين طالب صارت مية ولسه فيه ناس بيدخلوا مش فهم إيش القصة طيب شكرا دكتور حياك الله حياك الله حنين العربيات فضل يا بنتي بسرعة لا تأخرون دكتور كنت أسأل زي البنك اللي سألت أنا بعتولي اللينك وفتت على المحاضرة من اللينك راح تضيفنا بعد المحاضرة بإذن أنت يعني طلبتي إضافتك من التسجيل في قاعتي آآ آآ أنا بشعب خمسة طيب شو تخصصك بنتي طيب حياك الله إن شاء الله أنا اليوم برد أشوف للأسف يعني صاروا 100 وإضافتهم تمت كاملين المية والآن لسه بطلع لأسماء جديدة ما بارف إيش اللي بصير طيب إن شاء الله حياك الله يا بنتي أحضر المحاضرة وبعد هيك إن شاء الله بضيفك محمد أبو قديري أو مرحبا دكتور حياك الله يا دكتور وأنا والله مروع على الكرك فبالتالي مش قادر أني أفتح وأحجز السيارات لأنه تعرف التيمز كأنك فاتح مكالمة لو أقدر أعتذر من هذه المحاضرة وأطلع أنا حبيت أخذ إذنك بس ماشي ما عنديش مشكلة بس إذا كل مرة بك تعتذر وكل مرة بك ترع الكرك لا أعمل كل مرة هو بس المرة هذه يلا طير طير بلنا نشوف غبرة وراك من السرعة يلا سلام عليكم حياك والله إذن الآن يا جماعة هنعمل إن شاء الله شير لمادة ونبلش فيها ونالكم إنه إحنا بلشنا بالشابتر الخامس مضبوط بس أشوف إنه وين إحنا وصلنا بالشابتر الخامس صفحة رقم ستة طلعت عندكم المادة يا جماعة إذن للي ما كانش حاضر نعم للي ما كان حاضر يا جماعة إحنا بدأنا بالشابتر الآن الخامس وهو الشابتر الثاني بالمادة الشابتر هم شابتر ثلاث وشابتر خمسة طبعا رح يتكلف فيهم عن المركبات البيولوجية العملاقة عددها أربعة وراح نتكلم عن تباحها الوظيفة حتى نتكلم عن لابد معرفة أسرار إذن هذا الشابتر رح يتكلم عن بيولوجيكال مولوكيولز أوكي وصلنا إحنا في الصفحة السادسة وذكرنا بأنه الارج مولوكيولز أربعة بتكونوا من العديد من ذرات مثل الكربون والهايدروجين وغيره الأربعة الارج مولوكيولز ثلاثة منهم اعتبرناهم بوليمر متعدد الخرزات زي المسبحة المتعدد الخرزات متعدد الوحدات الصغيرة المتكررة سميناهم بوليمرز بينما واحد منهم اكتفينا بأنها لارج مولوكيول أو ماكرو مولوكيول وما سميناها بوليمر وهي الدهون الآن برضو نستعرض الأربع مركبات أمام الطلاب اللي سجلوا جديد أو دخلوا لأول مرة يا جماعة دعوا بالكو الارج مولوكيولز همه الكاربوهايدريات ليبيد روتيين and نيوكليك أسد بالعربي السكريات أو النشويات الدهون البروتينات والأحماض الدهنية النيوكليك أسد اللي هي دي أن اي سوري مش أحماض الدهنية نيوكليك أسد المادة الوراثية الدي أن اي والآريني وما لها علاقة بالموضوع ثلاثة منهم بوليمرز متعددين الخرزات إذن ثلاثة منهم انطبق عليهم انهم ماكرو مولوكيولز انطبق عليهم انهم بوليمرز من همه الكاربوهايدريات البروتين والنيوكليك أسد في حين انه الليبيد شو ما له يا جماعة حالة استثنائية فهو لا هو ليس مونمر ولكن نكتفي بالقول انه ماكرو مولوكيول وليس بوليمر بس ما نقدر نقول عنه النمونمر غلط لانه يتكون من اكثر من خرزه لكن الخرزات مش شرط يكونوا متشابهين بينما لو اجيت على السكريات او النشويات جلوكوز 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 منه للنزمال إذا لاحظ الوحدة الوحادية المتكررة نفسه مثلا لو اجينا على نيوكليك أسد نيوكليتيد 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 منه للسلط نفسه البروتين حامض أميني حامض أميني حامض أميني يتكرر بالليبيد لا اكثر من شغل تدخل في تركيبه وعدد صغير قليل فبالتالي الليبيد اعتمدنا بانه يعتبر ماكرو مولوكيول يعتبر بيولوجيكا مولوكيول لكن ما رح نعتبره طريبا تمامي جماعة هيكا احنا بدنا تطلعوا من الشابتر فاهمينه حافظينه علشان أنقذكوا بكثير من المواد بالمستقبل بغض النظر انت طب تمريض قباله تحديل طبية او واتفار بغض النظر ايش تخصصك حترتاح بعدين من خلال شرحنا وحتدعينا غصبا عنك طيب نيجي الآن للصفحة هذي اي صفحة هنا الرابعة حكينا عنها وبلشنا نتكلم على انه الوحدة الوحدة الوحدية او الخرجة الوحدية سميناها مونو مر والمقصود بالمونو يعني سنجل حبي وحدة ومر يونت وحدة 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 وحدية يعني مثل الطوبة لما تعمر البيت ابوك حط الطوبة على الطوبة وانه الحالي مع طوبة ما عمر البيت وانه حالته مع طوبة ما اديك حط المونو مر على المونو مر على المونو مر بالاخير ايش صار عنده بوليمر بوليمر قام ببناء بلت بلت يعني بناء بلت ابوليمر بوليمر طب هذا البوليمر بالنهاية ماكرو مولوكيول لكن يا جماعة مثل ما ذكرنا سابقا هل الماكرو مولوكيولز الاربعة كلهم بوليمرز قلنا لا لا فقط بس بس من هم الثلاثة اللهم الكاربوهايدريت صح والبروتيينز والنيوكليك أسد هذو شو ما هذو ولا بوليمرز بوليمرز في واحد ما ذكرناه اللي هو الليبيد الدهون الليبيد هذا كان اكتفي انه نقول عنه ماكرو مولوكيول وما منقول عنه بوليمر تماما جماعة كيف بيجي السؤال مثلا بيجي واحد منكم بيسأل كيف بيجي السؤال بقولك بيجي انه عندنا فور كلاسز ماكرو مولوكيولز ثري ار بوليمرز او ار بوليمرز اكسيبت ما عدا السريع بتدور والليبيد وبتحط الاجابة وهكذا ذكرنا ايضا انه منمر عمونمر 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 بالاخير شو جعطينا بجعطينا بوليمر هذا التفاعل سميناه كندنسيشن رياكشن كي سميناه تكثيف تحط الحبة الحبة بتعمل كبة صح اذا اللاحب العنوان العنوان يدور حول البوليمر كيف يعني اما سينثيسز البناء التصنيع يعني من الحبة بلننعمل كبة او تكسيريشن تحطيميشن الكبة بلننرجحها ونفتركها لحبيبات صغيرة والبناء عكس التكسير تماما لان عشان نبني سميناه وعلى شان نبني بنا نذكر انه كل ما ضفنا مونمر على مونمر يعني مثلا جبنا وضحة وابن عجلان وبنا نكتب نعقد العقد بناتهم عشان نصيروا عيلي جديدة وضحة فقدت شيء ايش شو فقدته صفة العزوبية ايوة كانت ميس صارت ميسز كذلك لما نربط المونمر بالمونمر لازم يفقد شيء عقد القران عقاد العقود لما بدي يجي يكتب عقد هذا هو مزبوط لازم يعمل ماذا المقصود بالدهيدريشن يعني ازالة وهيدريشن ما اذا هذا التفاعل لما نعمل نعمل ديهايدريشن طيب لكن لو جيبنا بوليمرز وبدنا انحطمهم نعملهم تحطيميشن بريكداون ديس اسمبل ايش عن ديس اسمبل يا جماعة ان نعيده الى اساسياته الصغيرة يعني الى مونومارز مزبوط هذا التفاعل ايش بيكون بيكون هاضم هايدروليسز ايش هايدروليسز هايدروليسز هو مصطلح هايدرو مائي ولسز تكسير او تطبيش تكسير اعادة البوليمر الى المونومارات تبعه تقطع خيط المسبحة وترجع المسبحة لخرزات هذا اسمه هايدروليسز وبالتالي الكندنسياشن رياكشن عكس الايش الهايدروليسز السؤال البطرح نفسه اها اذا لاحظ شو بقولك هنا بمعنى اخر الهايدروليسز تماما عكس مين عكس الهايدروليسز مزبوط مزبوط يا جماعة فاهمين معي معي على الخط تيقى اموركو طيبة طيب لاحظ اذا كان الكندنسياشن رياكشن او البوليمر تكوين البوليمر ديهايدراشن فالهايدروليسز عكسه راح يكون ديهايدراشن ولا راح يكون هايدراشن اضافة ما هايدراشن هايدراشن عشان هيك جدتك لما سلقى تلك البطاطات بالشتوية الماضية بتنكت السمنة على صوبة الديزل ولا الكاز شو سوت حطت زرور البطاطا بعلبة السمنة اليديمة وحطت عليهم مي عملت لهم هايدراشن عشان تعملهم هايدروليسز لكن الكندنسياشن للبناء بنعمل ديهايدراشن تمام الان هذا المثال لاحظ عندنا واحدة واحدتين ثلاث خرجات بننظيف الخرج الرابع من شيل من هون اتشو من شيل من هون او اتشو نزعنا يا جماعة اتشتو اتشتو الان الان ادخلنا الرابع ولا ما ادخلناها ادخلناها اذا هذا التفاعل هو اضافة ما ولا ازالة ما ازالة لكن دير بالك لما عملنا رابطة جديدة طيب لاحظ هون المثال هذا أربع وحدات بلنكسر الرابطة اللي هون يا جماعة ديروا بالكو حنرجعوا لثلاث زائد واحد معناته المي اللي سحبناه منه عشان نعمل رابطة بدنا نعوض إياها اعطينا هذا اله وعطينا هذا اله تبعه إذن اعملنا ديهادريشن ريموفل لبرة ولا دخلنا الهيدروجي الووتر دخلنا الووتر دخلنا وبالتالي هاي العملية شو منسميها هايدروليسز ومادام هايدروليسز معناته أضفنا ماء ولا ما أضفنا ماء أضفنا ماء هذا هي أدد ووتر مولوكيول وبالتالي الرابطة شكلنا رابطة جديدة ولا بريكينج داون بوند بريكينج داون بوند بريكينج داون بوند تفتح ما أحلاها لما بتفتح الصفحة بتحضري محاضرتي بتعرف كيف تراجعي المادة بيسر وسهولة إن شاء الله تمام؟ هذه هي عادي ولكن بشكل أكبر نفس المعلومة دايفرسيتي او بوليمرز إذن إحنا الأصل نتكلم عن الطوبة ولا نتكلم عن البيت المبني إحنا بيهمنا البيت المبني آه البوليمر الآن لو دخلنا على حارتكو البيوت اللي بحارتكو كلها زي المستعمرات اللي بنوها على أراضينا في فلسطين ولا كل بيت باختلف عن ثاني كل بيت مختلف أكيد إذن شو منسميه باللغة البيولوجي دايفرسيتي تشعبية تشتتية أو اختلاف إذن لما بنبني مسبحة فرضا بدنا الروح إحنا وإياكم إن شاء الله ولا سمح الله المرة الجاية على الحج بس ما بنروح فلس زي اللي سووها المرة هاي فلس بلنا الروح قانونيا وارجعنا واشترينا مسابح وروحنا وبننوزحن عن الناس أنا من إربد أنت من الطفيلة هذيك من الكرك من عمان من الصلط بغض النظر وين يا ترى فيه احتمالية إنه كلياتنا نشتر نفس المسابح الروح ولا حتلاقيها زي المهرجان يا لو جمعنا مسابحنا بالباص أبو خمسين راكب راح تشوف العجب العجاب دفران دفران بالضبط وبالتالي شو منسمي البوليمر نفس البوليمر ولا فيه داييفرسيتي يا جماعة لو إجينا أخذنا خلية أي خلية نباتية حيوانية بشرية بداخل أي خلية أخذناها راح نلاحظ أنه في عندنا thousands of different kinds of macromolecules حتلاقي بكل خلية آلاف من الماكرو أو ربما البوليمرز بداخل نفس الخلية لا تتشابه فلو فتشنا شنتيتي وشنتيك وشنتي تضاك وشنتي تضاك حتلاقي كل واحد فيه أغراض مختلفة عن الثاني ربما يكون فيه تشابه ببعض الأغراض لكن حتلاقي العجب العجاب زي اللي داخل السيرت إذن هل الماكرو داخل الخلايا نفسه ولا ذاري إيش المقصود بذاري يختلف نعم مختلف آها ذاري يعني مختلف إذن لاحظ المركبات العملاقة اللي موجودة بالخلايا زي الأغراض اللي موجودة بشنتيتي وشنتي تك وشنتي تك وإحنا جايين من عمره بيختلفوا يعني حتى لو جايبي أنت ثوب لأخوكي وأنا جايب لأخوي ثوب أخوي ختيار جد وأخوكي بعده عمره عشر سنين أخوي لونه أبيض أخوكي لونه مش عارف إيش يعني إلا ما يكون فيه اختلافات الاختلاف حتى بنفس الاسبيشيز بنفس الاسبيشيز يعني إنسان بيختلف عن إنسان مش بس والله إنسان بيختلف عن قرد وعن كذا لا حتى بنفس الاسبيشيز رح تلاقي فيه اختلافات بالماكرو مولوكيولز لكن بنوصل إلى قناعة وحده إيش شيء قناعة يا جماعة بأنه أصلا كل حد فينا حتلاقي بشندته هوليمرز مبنية من مونومرز ولكن الاختلاف واضح طيب عن الماكرو مولوكيولز بشكل عام وقلنا منه ما هم بوليمر ومنهم مش بوليمر الآن أول وأهم بوليمر رح يمر معنا مين هو يا جماعة النشويات أو الكاربوهادريتس انت حضرتك لما جعتي لش رح تشتريتي صحي بطاطا عشان تمثل على صاحباتك إنك بريستيجيك عالي ما لو أمك عرفت رح تقطع أذانك على الليرة تدفعتي وبالدار بتعملي صحي البطاطا بربع ليرة لا هي الأصل بدك طاقة من الصبح وانت مداومة ورهقتي إذن الكاربوهادريت serves as a fuel and building material إذن كم وظيفة الكاربوهادريت بالجسم بشكل عام يا عباد الله serves بالضبط serves يعني تخدم بإيش تخدم الجسم بشكلتين fuel طاقة و building بناء building بناء تمام هيك الطريقة اللي ماشي فيها طريقة الشرع عاجبتكو أمش الله عليك الحمد نكمل بهاي الطريقة نكمل دكتور خلص إن شاء الله إذن خلينا نجرب طريقتك الثانية دكتور عندي فضول يعني نجرب الآن حتجرب كاربوهادريت including sugars as a polymers which can be simple كاربوهادريت as a monosaccharides what's so called single sugar while كاربوهادريت macromolecules are supposed to be polysaccharides which is composed of many single units next now the simplest of sugars the simplest of carbohydrates which so called monosaccharides the molecular formula is CH2O into N N could be 3 5 and 6 alright now the most common monosaccharide in our body is glucose the molecular formula is CH2O into 6 so the full formula becomes C6 H12O6 which is known as the most common monosaccharide those monosaccharides can be classified into two types according to the location of carbonyl group what's so called C double bond or it can be either aldehyde or ketone either aldehyde or ketone the aldehyde sugar is known as aldose and the ketone sugar is known as ketose the doctor I don't go back to the first this is good from the other what's name ? no 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 there's there's also a third name you'll call me شرائح طالعا اللي حكت الطريقة الثانية برو ماسح ضوئي شو رأي نجرب الماسح ضوئي لا يدكتور دكتور دكتور يقول لها منيحة خلينا نرجع الأولى لسه في طريقة جهنمية هذه مباشرة من من الأرض على جهنم بإنسان هذه عبارة عن قارئ قارئ ضوئي ماسح ضوئي الشريحة بتوقف 33 ثانية بس كاربوهايدريت تتضمن إذا لاحظ العنوان الكبير بالنسبة لأنشويات هو الكاربوهايدريت فاين الكاربوهايدريت كان بي سيمبل كان بي كمباوند معقد سيمبل كاربوهايدريت أو سيمبلست كاربوهايدريت أبسط شي في عالم السكريات هو مين المونوسكرايد وهنا هو المونومر إحنا قلنا إيش مونومر مونو سينجل ومر يونيت بمعنى آخر سينجل شوغر تمام هذا إيش سيمبلست لكن في عندنا أشياء معقدة أخرى أشياء بالنسبة لكاربوهايدريت كود بي ميكرو مولوكيول ممكن تكون ميكرو مولوكيول مركب عملاق أشياء عملاق يعني أعقد شيء في الكاربوهايدريت هو البوليسكرايد أو البوليمر إذن سيمبلست فورم في كاربوهايدريت مونوسكرايد مينز سينجل شوغر و the most complicated أكثر تعقيدا في الكاربوهايدريت ماكرو مولوكيول هو البوليسكرايد أو what's so called بوليمر أو ما يسمى بالبوليمر وإحنا نعرف بأن المونومر يتكون يعني إيش يتكون كمبوز أو يحتوي على من هم المني شوغر بلدن بلوك هم السينجل شوغر أو المونومر إذن ببساطة السيمبلست كاربوهايدريت أو المونوسكرايد هي الخرزة في المسبحة و معقد الكاربوهايدريت أو الماكرو مولوكيول أو ما يسمى بالبوليسكرايد يا جماعة هذا هي المسبحة الكاملة ارجعنا لأراضينا مرة ثانية ولا صار في تغيير خليك هيك دكتور خلينا هيك طيب في مثل بقول ما بتعرف خيري تيقى تيقى ما بتعرف خيري غير لما تجرب غيري طيب ولا دكتور دعي سنلك لأنه ما بنحتاج مصادر خارجية لهذه المادة أما في مواد ثانيين لا بحتاج مصادر خارجية لا لا هون مش هتحتاجي ولا حاجة ولو قلت لي أنا محتاج حاجي واجيب سكينة وأضربك فيها لأنه عيب علي إن الضال بيحتاج ضلوط خصوصية أنا ما بقبل لا أوكي الآن نيجي على المونوساكرايد يا جماعة هالمونوساكرايد إله مولوكولر فورميلة إيش المولوكولر السيغة البنائية هي ملتيبلاي يعني إيش مش فقط هي مش سي أج تو أو ولكن سي أج تو أو ضرب أن وأن رقم معين هذا الأن ممكن يكون ثري وممكن يكون فايف وممكن يكون سيكس طيب وين رقم أربعة ماما راس ديتنا وبتكره رقم أربعة إذا سمعت برقم أربعة اليوم صفينا على البلكون ومننحر من المصروف سيبونا من أربعة إذن الرقم اللي رح نضربه في سي أج تو أو علشان تصير مونوساكرايد إيش يا جماعة تبدأ من ثري في مشاغب فلاش شاغب أيوة إمسكولية من إذنه وقل له الدكتور مؤيد بيعطي محاضرة لمية أو أكثر من الطلاب للأسف طبعا أنا بدأقول مرحبا فيكم والله ما بحب أقول لكم ما بكره يعني الفصول الماضية كان يدخل على أحد محاضراتي قرابة الستمئة طالب من أصل مية منهم إلي ما عندي مشكلة لكن أحيانا تضطر تتعامل مع البشر وتصير تقول بدمش على القانون وتحرم الناس يدخلوا على محاضراتك خلي على الله طيب إذا كان الرقم ثلاث ضربوا لي هذا الرقم بثلاث شو بصير سي ثني سي ثري أو ثري أو ثري أو ثري طيب إذا كان أربع مسموح لا ما ما بتزعر ديروا بأكم لا ويمكن الأربع ممنوع يعني فايف سي فايف أج تن أو فايف عشرة أو فايف طيب إذا كانت ستة سي 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 أج تن أو سي أيوه هذا هم أو سي آسي تن سي 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 سيس آسي تولف أو سي 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 سيكم مولوكولر فورميلة لمن؟ للغلوكوز واحد منهم غلوكوز دكتور مقاطعة للمونوسكورايد نعم إذن الـ C6H1206 هي المولوكولر فورميلة لمن؟ لل غلوكوز وفي غالكتوز وفي فراكتوز ثلاث سكريات حديث لكن لكل المونوسكورايد تمام لماذا نضربه بأربعة لا ما رح نضربه بأربعة لأنه ما هو ابتزال متنى وثلاث وربعة أمك بتخاف من رقم أربعة اسألها إذا حابت نام على البكون اليوم اسألها قلها بابا ناوي على أربعة وشوف النتيجة طيب دكتور بق الأرقام عادي إلا الأربعة أيوة طيب ثلاث زائد واحد فضلوا في حابد يسأل بسرعة ثلاث ثلاث زائد واحد بسبط ثلاث لا ولا ثلاث زائد واحد دير بالك متشايف أنت شو اسمه فوق الشباك في كاميرا مراقبة ستبتروح فيها يا مسكين دكتور يعني بتنحرم المصروف إذا ما صار تسامع كمان الله يسامعك خاطرت بحياتك إذن هنا الملتيبليكيشن الضرب العدد اللي رح نضربه بالـ CH2O شو هو يا جماعة رح يكون بالشكل الطبيعي عند البشر ما إيش عفوا أنت طبيب حتى عمل مع مين مع بشر أنت ممرضة أو قبالة طبعا كل الممرضات والقبالة على رأسنا من فوق لأنه يعني دورهم كثير مهم الطبيب بيجي بطل علينا منخشوم وبروح واللي برقع وراهم من هو الممرضة خاصة القبالة في الأوقات الصعبة وإن احنا كنا يا جماعة خربطنا ممكن يكون 5 وممكن يكون 6 صح طيب نيجي ل C6S12O6 طبعا يا طلاب ممكن أسأل أه اسألي والسؤال بشيلن تفضلي بص بص طب نضرب بـ 8 أو مضاعفات الأربع لا احنا قلنا امتى آخر رقم ايش آخر رقم كبتا 6 إذن شو هم الأرقام اللي رح نتنفيهم من 1 ل 6 معادل الأربع من 1 ل 6 إلا الأربع لا إذا واحد معناته رحنا على إيش في الشكر ما فيهوش غير كربوني واحدة من الثلاث ثلاثة يعني عن جد الأربع ما بيزبط ما بيزبط نعم نقلت لكم إن كان الآن إحنا منتكلم عن طب عن تحاليل عن تمريض وعن قبالي هذول بهمنا الأرقام 3 و 5 و 6 وفي الشيء أربعة بس أنا بدأ رسى بالطريقة المؤيدية عشان ما تنسواش بقول لكم ديروا بالكم الرقم أربعة طلعوا من دماغه هذا وضعه خطير عشان ما تنسوا تمام 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 إن شاء الله إن شاء الله طيب إذن لاحظوا يا جماعة لما تكلمنا عن C6-H12-O6 إذن CH2O multiply بيش رقم 6 و C6-H12-O6 أفضل مثال وأكثر مثال معروف إيش هو الغلوكوز إذن الغلوكوز الغلوكوز إيش هو the most common monosaccharide أكلناها والباب فتح رقم أربعة يجيوركضوا الله يسامحكم الله يسامحكم بس تعملوا مشاكل عشان تسألوا عن رقم أربعة تمام لا الحمد لله إجت سليمة أيوة خلاص الحمد لله إذن لاحظ يا جماعة الغلوكوز هذا لو فتحت علب السردين بتلاقي غلوكوز لأنه في سكريات بالسمك لو اشتريت ساندويشة حتلاقي فيها غلوكوز طبعا إذا سرفت باكيت عصير طبيعي لا يوجد عصير طبيعي الحمد لله بالأردن حتى لو كاتبين عليه طبيعي بيكون نسبة الطبيعي ثلاثة بالمية اللهم لك الحمد الباقي حتلاقي غلوكوز الآن لما أنت بتخلع جراباتك عشان تضحك لما بتخلع جراباتك بعد دوام يوم شاق وتغسلهن أو تغسل جرابات بابا يا حنين طيب مش خلايا الجلد بتموت في الإجر من تحت بسبب ماشي أبوك وتعبه في الخلايا فيه جلوكوز فلو عصرتي مية جرابات عصير جرابات حتلاقي فين سكر جلوكوز تخيلي من الخلايا الجلد اللي ماتت بزبط ولا لا إذن من هو أشهر وأكثر سكر شيوعا وانتشارا جلوكوز جلوكوز آها عرفت ليش لموسكو ما شغر نعم طيب إذن حتى في عصير الجرابات بس مش هنجيب هذا السؤال دي لبالكو حتلاقي جلوكوز بس عشان لما تشرحي لطالبات صديقاتك من جامعة ثانية أو من شعب ثانية تقولهم تعالوا أنا فاهم كل حاجة تعال أشرحي لكو أنا عارش و أشرح تيقى إذن المونسكة رايدز عيلتين تيقى مثلا رحتي على زمال فرضا و زمال عبارة عن عيلتين خطايبه وبني سلامه فرضا و أنت فايتي بدك تروح أدار الدكتور مؤيد عشان واسطة بدك تنجح يا مقلعطة أنا بنصحكو لا حد يوديلي واسطة من الآن بروح فيها واسأله زل ما حقاني بشرح بحق الله لكن عند العلامات بصير خليلي في حدا خلالي هون لا يزعل عليه تمام وإنت فايتي عزمال لقاك ختيار بتقول له أنت خطايبة احتمال تصيب واحتمال تخيب خمسي بالمئة ولا لا لكن إذا قل لك لأ مش خطايبة شو بتقول له معناته بني سلامة كذلك المونوسكرايد كم كم عائلية جماعة التصنيف عائلتين عائلتين يا إما بيكونوا في بيحتووا على كاربونايل غروب 而 كاربونايل غروب C double bond O double bond O هذه لا تتكرر في السكر الأحادي إلا مرة واحدة يعني الكاربو هاديت فيها o أج كتير وفيها H كتير فيها كاربون كتير لكن double bond O مش متكرر بالسكر الأحادي إلا مرة هذه شو منسميها Nir bye كاربونايلي جروب فإذا كانت الكاربونايلي جروب موجودة على السي الأولى من فوق شو منسمي هذا الشقر هاي المجموعة منسميها الديهايد وإذا السي على الدبل بوند على الكربولي الثانية منسميها كيتون فالسكر الذي يحتوي على الديهايد منسميه الدوز إذن لاحظ يا جماعة O-S-E O-S-E في نهاية الكلمة ماذا تعني سكر أها شقر إذن O's at the end of the word prefix of the word تعني شقر جدك بدي يتغزر بجدتك بس عارفكو أذنكو عندو وبتعلقو عليهم وبتضحكو كثير وبدي قولها يا سكر حياتي لكن باقي دارس بيولوجي وبايوكيميس عند الدكتور مؤيد شو بقولها بقولها يا O's حياتي يعني إيش يا O's يا سكر حياتي مظبوط مش بكرة نطلح تريند O's حياتي أيوه إذا لاحظ إذا كان C double bond O إيش C double bond O اللي هو الكاربونايل group على ذرة الكربون الأولى من فوق هذا شو منسميه هذا السكر منسميه الدوز الديهايد هي المجموعة الديهايد والسكر عشان يصير اسمه سكر شو منضيف له بالأخير O's الديهايد شو بصير الدوز وإذا كانت C رقم اثنين بالطريقة المؤيد إيش رح تكون كيتوز إذن كم نوع من المونوساكرايد عندنا كامبي كلاسيفايد نعم 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 بناء عمين بناء الكاربونايل group location هاي كلمة location كلكم تعرفوها لما بتطلعوا رحلة بنت خالتك بتغارب منك كثير بنت خالتك بتغارب منك كثير وراكي وراكي والزمن طويل اتصلت فيك قلت اطلعنا رحلة بتقولك وين لا ما بعرفش أبوي أخذنا بين هالأشجار ولا بدري وين ودانا انت ما بدك شوفتها فهي اطلع منك بتقولك وديلي وديلي الوكيشن اذا احنا متكلم على الكاربونايل group على ايش متكلم تحديدا على الوكيشن الموقع الوكيشن فاذا كان عسي رقم واحد معناته هذا النوع من المونوساكرايد او الشقر من اي عائلة من الوز واذا كانت على el c number two keytos keytos صح تخيل الان لو انا درستك باللغة الانجليزية او درستك المادة هل يفصل ليش ولا امورو كويسة تمام تمام الان لو درستك بطريقة الماسح الضوئي سعسري حيك اخذ سيدي بعده وبعده واسألوا في الجامعة الاردنية حتى تلاقوا 90% من اللي بدرسوا هاي المواد شو ما لهم؟ ماسح ضوئي يعالقوا عليهم الطلاب مولادي أنا أولادي بدرسوا دكاتري في التكنولوجيا وبغيرها بقولوا بابا ما نسميهم الماسح الضوئي هذول اللي وز وز على السريع أيضا يا جماعة location of carbonyl group قدرنا نصنف classification للمونوشكرايد لنوعين كمان ممكن نصنف المونوشكرايد according to the number of carbons عدد ذرات الكربون قبل شوي قلتلكو الملتيبليكيشن اللي هون هذا ها ايش كان الارقام اللي بنضربها ايش انه ثلاثة للسفر ثلاثة اذا انك شجاعة قولي اربعة كم الارقام اللي ملتيبلايد هون ثلاثة ثلاثة ايوا بدي اياك وجوبنا ثلاثة خمسة ستة اذا لاحظ هذولة ثلاثة خمسة ستة عدد ذرات الكربون the number of carbons وهي طريقة اخرى لتصنيف المونوشكرايد اللي موجودين بالسكيلتن او بتركيبة السكر الاحادي لاحظ هون عندنا امثلة هيك وفي عندنا امثلة طولية عمودية عرضية وعمودية عرضية قسمنا المونوشكرايد الى الدوز والى كيتوز الدوز وكيتوز في سؤال خطير للغاية بدأسأله وعادة الطلاب بيستعينوا بصديق عشان يجاوبوا على هذا السؤال لا تستعجلوا بالإجابة عيسى ابن مريم عيسى عليه السلام ابن مريم رضي الله عنها ايش اسم أمه مريم مريم ما بكتش تعيني أصدقاء ما بكتلغي إجابة مريم لا انثبت 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 طيب لغلاسر ألديهايد يا جماعة من دار الألديهايد ولا من دار الكيتون ها ما بقولك غلاسر من دار الألديهايد من دار الألديهايد من بد يقول لي ليش من دار الألديهايد لأن الكاربونايلي قروب على أي ذر الكربون الأولى 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 طيب هون الكاربونايلي قروب على أي ذر الكربون الثانية معناته هذا الألديهايد وهذا شو بد يكون كيتون 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 حلوة هم عندنا أمثلة هون رايبولوز كيتون فراكتوز وهو مهم جدا كيتون طبعا من بين الثلاثة ذول أكثر إشي رح نهتم في بحياتنا اليومية مين هو يا جماعة الفراكتوز هون هون بدائرة الفراكتوز مازبوط راح نهتم بمين بالفراكتوز بالألديهايد دار الألديهايد كم مثال عندنا أربعة أربعة واحد اثنين ثلاث أربعة وفي واحد واحد ثلاث أربعة واحد ما كتبهوش أنا راح أحكيلكو يا تمام لاحظ من حيث عدد ذرات الكربون يا جماعة شو بنعتبره أبسط سكر ثلاثة أو بالضبط لاحظ من عدد ذرات الكربون سي ثري أج سيكس أو ثري إذن هذا تراي يعني ثلاثة وسكر أوز إذن هذا يعتبر إيش ترايوز وتحته ترايوز طيب سي فايف أج تن أو فايف يعني بنتا إيش عنا مقول تراي مونو داي تراي تترا أربعة بناش إياها ديروا باركم منها بعدها بنتا وبعدها هيجزا لا وما قالوش ابنة قالوا بنتا ما قالوا ابنها يعني الشباب مضطهدين والبنات بطالبين بالمساواة هاي ما مقولوا بنتا ما قالوش ابنة إذن خمسة إيش بنتوز مضبوط وستة هيجزوز هيجزوز أيوة تحبب تشأل ستة إيش دكتور هيجزوز من هيجزا باللاتيني هيجزوز يعني سداسي درات الكربون شقر ذات ست درات كربون إذن المولوكولر فورميلا مثل ما أنت شايفي هون شو راح تكون سي سي سيكس أج تول أو سيكس تيقى طيب نيجي على الريبوز ريبوز هو عبارة عن بنتوز صح ولا لا صح كم ذات الكربون فيه خمسة المولوكولر فورميلا تبعته إيش هي سي فايف أج تين أو فايف مين بقول لي أول حرف إيش بي أر 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 معناته هذا السكر الخماسي اللي موجود بالأرانية بس في آه مش في عندنا دي أرانية برضو في عندنا بنتوز شقر أرانية ووجود بالدين إيه اسمه دي أكسي رايبوز يبدأ بحرف الدي تمام إيكا إيه إذن البنتوز البنتوز ما أعطونا المثالين المهمين أعطونا كم مثال مهم الرايبوز الرايبوز اللي هو الألدوز شقر طيب نيجي على الهيكسوز واللي هي C6 أشو أو 6 كم مثال عندنا 3 أمفل الغلوكوز بينما هون يا جماعة الرايبوز الثانية الثانية في عندنا طريقة ثانية انميز فيها بين الألدهاد والكيتون لا هاي أسهل طريقة عشاني قبل شوي شو قل لك قل لك أكوردين تو لوكيشن أوف كاربونايل جروب حللا ريح رأسك صح شفتوا قديش معقد الصفحة الآن هيك الداوز كيتوز ولتحت تريوز بنتوز هيكزوز إذن كل واحدة صنفناها بكم طريقة طريقتين بطريقتين يا عدد ذرات الكربون يا موقع الكاربونايل جروب لا كاربونايل يعني بتكون زي أكنها شو اسمه شكل عافوا عافوا مش بيكون شكل هيكزاقون المفروض بيكون شكل شو اسمه لحظة هذا هذا صح اه سي اتنين ثلاث اربعة خمس ستة اربعة هذول خمس ستة صح صح اه ايوه معناته هيكزوز ولا لا ماشي انا فهم انه هيكزوز بس هو مش المفروض بيكون كلهم شابكين عبعض بتقصد ايش اه اه لاحظة لا تستعجل لا تستعجل لا تسألوا عن اشياء ان تبدو لكم تسؤكم لا تصيروا زي بني اسرائيل خلينا درسكم بالطريقة المؤيدية الحلوة اللي غلك طول عمرك ظل تدعيلي يام العط تمام تمام اذا لاحظ السكريات الان رسمناها على شكل chain ايش يعني chain سلسلة ما عملناها حلقة بعدنا لانه الكلوكوز لما بصير حلقي بيبطل اسمه كلوكوز بيصير اسمه مختلف تماما كلوكو بايرنوز بيصير اسمه كلوكو بايرنوز يعني بكرة وانت طبيب وانت مخبرجي وانت وانت قبالي او ممرضة وتقولي عن الحلقي بانه اسمه كلوكوز بيصير نشكه باللي درسك المادة انه هذا من جماعة السبع تخصصات والبخ الضايع سيختلف اسم المركب معي ولا بش معي معك دكتور طيب هون اعادة لكل ما ذكرناه تمام اذا لاحظ شو بقولك هنا اوفن ادرون بالغالب ايش ادرون يرسم هذا سكيلتون اذا بالغالب احنا شو من نرسمها خطي خطي لكن لما حطينا بالأكيو والسليوشن مجرد دخل لجسمنا مش انت عبارة عن اسحلة من الماء وخلقنا الانسان من ماء مهين صح مجرد السكر دخل على الاكيو والسليوشن على دمك حيظله لينير ولا حيصير رينج رينج ايوال يعني السبب انا ما بدي استجعلكو انا بدي اخذكو بحنية نقطة نقطة عشان تدعولي يام العطين الله يسلمكو اذا لاحظ لما بنرسمهم احنا بنرسمهم از اللينير لكن فعليا لما بيدخلوا جسم الانسان حيكونوا لينير ولا هاي مني شوغرز فورم رينج شو بصيرو حلقي قال اول قال اول بالمناسبة ولا مني 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 علشان المركب يصير حلقي لازم يكون في اقل شيء خمس كربونات اذا اللي تريوز بصير رينج لا البنتوز بصير رينج يس الهيكزوز بصير رينج يس اذا اول ولا مني مني عرفتوا ليش اجت كلمة مني انا بدي اخرجك من مادة بيولوجي فصل اول سنة اولى بالجامعة اخلي دماغك بالبيولوجي وبالبيوكمستري زي واحد صار لو بدرس بالجامعة ثلاث اربع سنين فهمت اخشان بعد هيك يصيد تدخل على كثير محاضرات وخاصة البيوكمستري مجتمع كريم مبسوط فاهم كل شي ستطلع انت وزميلك تطلع بعض اه هذا اللي حكنا عنها الدكتور مؤيد بالبيولوجي زمان اه بتذكر لما حكناها الدكتور مؤيد بديك تكون كثير فاهم نرجع لوظائف المونو شاكرا السيرفز تبحى احنا قلنا كم وظيفين لها يا جماعة وظيفتين اما فيول طاقة انت ليش تشرب اه عصير بين المحاضرتين تعبت وروحت على المبنى الثاني تأجيب باكيت عصير ابو الشلن ببيعوا كياب 15 شقر انت بدك طاقة مضطر او raw material for building molecules مواد اولية لبناء مركبات عملاقة macromolecules polymers تيقة 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 اوكي الان منيجي على اللينير form وبننا نحاوله الى ring 4 خليكم معي اسمعوا القصة جيدا عشان تنبسطوا وتضحكوا وضحة اه وضحة صبية نعم في حدا فيكم وضحة شما عشان بطن نعطي مثال عوض حدي لو باتكم انا هيك اخط اسم عشوائي في حدا فاتح للسبيكر يا جماعة هي مايك مزعج اه ما احنا منيحكي يا ريت بس يا رباح اتوقع انه اوكي لاحظ يا جماعة احكي القصة ولا بلاش احكي دكتور هذا واحد يقولوله ابو وضحة ما خلفش غير وضحة وجارهم بالزمانات يقولوله ابو اعطوني اسم من عندك يا جماعة ابو ياسر ابو ياسر بالزمانات وضحوا ياسر تهوشوا فوضحة عضة ياسر باذنه راح تمادك ضحها فقرر ابو ياسر ينقذ ابنه ويسافر على امريكيشن هادلاك عاشوا بامريكيا وهدول عاشوا بالاردن وضحة يا جماعة بعدها ابنت بتدرس وين بجامعة البلقاء التطبيقية اتأخرت وبعدها ما تخرجت طب تحليل تمرير قباله زي ما بتكون يوم وهي طالع بالباص السريع المبسرع شب عمان هذا المكتوب على الباص السريع بين قوسين طول بالك بنت وضحة قاعدة بالكرسي الاخري الخلفي مع زمياتها ابوها صوته عالي ابو وضحة صوته عالي ايجا تلفون الو مين معي قالوا يا زلمي انا ابو ياسر قالوا مين ابو ياسر قالوا يا زلمي جارك بالزمانات قالوا يا اخي والله الضغوط بالاردن كثيرة والرواتب قليلة والزفت عب الدنيا ما انا قادر تذكر الذاكرة تخوني قالوا يا زلم تذكر لابو بنتك وضحة عرضت ابني ياسر بإذنه راحت ما تكتح قالوا اي وي واذ ذكرتك انت اللي رحت امريكيشن قالوا اه والله قالوا يا اخي والله ابنة ياسر خلص بكالوريس هندسه بامريكيشن وبنى لنوخض له عروس والمثل بقول خذ من طين بلادك وحط على اخدادك بنا نرجع نشوف له صبي من الاردن هو شو اخبار وضحة قالوا وضحة سنة اخيرة قباله يا سلام والقباله عليها يعني ضغط شغل في امريكا مش طبيعي احسن من الطب والتحاليل عشان دعمنا مين لجماعة القبالة القبالة عشان نعطيهم نفسية المهم الان تعتقدوا انه هاي وضحة ما لها لينير خاطبة لا متزوجة لا بعدها سيدة على الكلية محاضرة على محاضرة على محاضرة على البيت تمام بقدر ابوها يناديها بمكبر الصوت بالباس الصريع وقلها اباش شرطي يا وضحة لقنالك عريس ولا بتغيب بين صاحباتها وتروح فيها لكن يروي على الدار وبينادي ام وضحة عجنب بقولها يا ام وضحة جارنا ابو ياسر اتصل من امريكيشن وبدو عروس وبدو وضحة الظاهر قال له مين ابو ياسر قال يا بنت ما قالت تذكريش لما وضحة عضت ابنهم بدنوا راح المالك صحيح هذه معروفة منقدرش ننساها القصة رحنا ما نروح فيها على السجن قال لها قال لها بدنا نشوف البلت الآن امها هتناديها وتصفرها تعالي بدن خطبت لا بدها تهيئها ايش بدها تهيئ تسوي تهيئ تهيئها للارتباط ولا لا ايوة مدام بدها تهيئ للارتباط الصوت تيجي وبتقولها يا وضحة معقول اتطمن عليك وتتجوزي قبل ما موت شو وضحة بتقولها ما بتنتبه لشغلة تجيزة منتبع حياة امها بيقول لا يوم الله تطول بعمرك بنسوها يوم يوم ترجع امها بتقول لا يا وضحة بتغيس السؤال معقول اشوف ولادي تشيلهم تنسى العمر بصير الدقيق وين على الولاي ان شاء الله غير تشيلوهم ويراجعوا عليك كمان هاشي ها بلشت الامور ايش تتحول من نير الى شكل شبه حلقي بعدها بتيجي بتقول لها يا وضحة ترى شكو اسمه هذاك نسيل اسمه ياسر 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 تقدملك ودك اياه يا بنت ولا ما ودك اياه فعلى استحياء بتطعت حالة على اليمين ويقول زي ما بتكو ايش يعني زي ما بتكو يعني اه يعني حولناها لحلقي ولا ما حولناها 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 بخطوة وحدة ولا بخطوات خطوات بخطوات اهه اذا منحولها من لينير الى رينج بخطوات الان الواحد لما تخطو شو بتلبس بيدها اليمين خاتم دبلة ايش يعني خاتم او الدبلة بالانجليزي رينج رينج ياس ياس رينج اذا لا معلش فيه مايك مزعد اه فيه مايك مزعد يعني بدون ما نحكي يا جماعة اللي مايك مزعد مباشرة يوقفه ايوا الله يرضى علينا دكتور بتلبس بالمزع ايش تلبس الخاتم باليسار الخاطم باليمين يا يا بديش احكي اه اسألي ماما اسألي ماما بس تقول لك يا يا سقل على هذيك الايام اللي بعدها ما شفت يوم حلو دي بالك تحكي لها ابوك قاعد اذا بتاوش جمع في اسمادي عندنا بدي يسأل طبعا بلحك اسمادي دي بالك يا اسمادي تروح تحور بين ابوك ومك عشان هذا يصير يودك بشوية فلوس وهذا يودك بشوية فلوس ها دماغ اسمادي اسمادي الاسم الاول ما بعرف والله مش طالع ما آية تفضلي آية اسمادي حياك يا الله دكتور لو سماحت لو سماحت لسحب المادة لنزلها انت عدد اشتري اشتري من مكتبه يعني شو رأيت يعني ان اعمل افابوريشن نقص الروابط لها هدروجين لا فلوس فهذا الاشي برجع لكم والله برجع لكم انا ما ايدخل تمام تمام thank you دكتور حياك الله حياك الباري في صحيح الباري ايوة بايزة ما بتدرس بدرس مين بنتي والله بتكنو نعم شو الله دكتورة بالتكنو وابلي دكتور بالتكنو الحمد لله رب العالمين على القرب على القرب يعني اه الله خلينا سواهم دكتور ان شاء الله واشوفكم زيهم واحسن لاحظ اذا لاحظ يا جماعة تفضلي ها لا تحط على ابني ابني بعده سنة خامسة الله يرضى عليك سنة دكتور اللي بدي قفن السكتور نفس البي دي اف هاي عبارة عن اه عبارة عن فاور بوينت للمؤلف اللي عملي المؤلف مش انا يعني قلوا ما لكم حديث حق عليك وقلوا كوضو الي افصل مايك ايوه مش حديث حق عليك وقلوا كوضو البي دي اف الي وانا علام علام لا قلوا هذا البي دي اف عمله صاحب كتاب كامبل وبالتالي اذا بتحضر محاضرات معي اول باول على ال powerpoint هذا انت دارس الكتاب كله تقريبا ولكن زي ما بيقولوا بها الدكاثرة الثانين والجامعات بسيقول لك لا يا ابني انت لازم تجيب الكتاب ولازم تحفظه كامل ولازم والله هم حرين يسورفوا زي ما بدهم لاحظ يا جماعة اذا الان الان الينير جلوكوز عشان نربط وضحة ب شو كان اسمه تيسير والله ما نعلم ياسر ياسر عشان نربطهم مع بعض كانوا الينير ربطناه بلينير ولا بالأول حولنا كل واحد منهم الى رينج حولنا بعدها بنربطه بمين بالرينج الثانية بتصير احادي ولا ثنائي ثنائي هنا معنا تعملنا رابطة ونزعنا ماء ولا ما نزعنا ماء من هون نزعنا ماء نزعنا عقاد العقود نزع سيغة العجوبية عند اثنين تيقى اللي عنده ما يكون بتطلع صواتي بسرعة يفضل بعد ما يسأل اوكي انا ما رح امنعك تشاركه من حقك تشارك ومن حقك تسأل زي ما بدك وانا وقع اتعقد مع الجامعة لما توظفت وبحضور طرف اخر هو الله سبحانه وتعالى اني اعطيك افضل ما عندي من علم ما عندي مشكلة تمام عش او كذا شنير عمر شنير اتوقعه شنير او شنير بغض النظر لانا انا ما اشتغلتش بالاحوال المدنية عشان احفظ كل اسمات تفضل يا عمر ما فهمتش ايش صار وداي ساكرايد يعني ما فهمت ليش رينجين يعني انت ايوة يعني بمعنى اخر هاي وضحة حولناها لرينج وجبنا عمر وحولناها لرينج وبعدها خطبنا عمر لوضحة شو صار مونمر ولا دايمر مر انت هيك صار مزبوط هيك تمام عمر كسرنا كسرنا الرابطة التنائية ليش هيجبنا وضحة وجبنا عمر عقاد العقود وربط بيناتهم عمل رابطة زواج ولا كسر هنا كونا عمر رابطة بنزع جزء ماء بنزع جزء ماء فكان مونمر ومونمر شو صاروا دايمر دايمر كان مونساكرايد مونساكرايد صار دايساكرايد مزبوط يا عمر دكتور الكربونيل وين بتروح خلص بتروح هذا هي الكربونيل هاي الكربونيل مش كانت عسي رقم واحد مزبوط نظري صح والآن إذا بدأ اشرح لك كيف بتتم ما أظن في أي شعبة ثانية رح ينشرح هذا الكلام بس أوكي دكتور فمعناته بدي أزيد عليك عبع بدي أجيب الـ OH هاي شايفة القبل الأخيري اللي بتعمله D أو L وبتأخذ الـ H بتحطه بالجيبة وبتعمل رابطة للـ C هاي بصير الـ C هاي فيها خمس روابط بتيجي على الدبل وبتكسرها وبتعطي الـ H اللي بجيبتك بصير OH صار حلقي ولا ما صار حلقي حلقي أوكي معناته كاربونايل الغروب ظلت موجودة ولا أصبحت هايدروكسل غروب OH هايدروكسل صار عضاهية شايفة صارت هايدروكسل يعني بكرة لما تدرسوا بايوكوميستري إذا صار نصيب درستكم بايوكوميستري بغض النظر بالطب أو بالتحاليل أكيد بالتحاليل هذو الحصتي أو بالقبال والتمريض هذا كله رح أفصل الكياب الطريقة المؤيدية المفصلة ورح تنبسطه كثير كيف بتتم الأمور ما بترك إشي بس إنه ما بقدر أشرح لك الآن بالبيولوجي كل إشي وطول عليك المادة وعقدك عليها مظبوط إذا لاحظ بالأخير إيش صار عندنا رينج ستركتشور هذو رينج ستركتشور طيب ليش حولنا لرينج مجرد حطيت الجيلوكوز اللينير السلسلي بالماء بالأكي والسليوشن إيش حيصير رينج سترك إذن السكر المطحون الجيلوكوز المطحون على شكل بودرة شبكوون لينير ذوبوا مي عشان تعمل عصير حيظليني ولا حيصير رينج رينج بس هاي كل القصة حلو هايو من هون بلجنا ربطنا هون الأوه ربطناها بالسي واحد والأت حطيناها بالجيبة الأت عطيناها للأول المسكين اللي هون وكسرنا الرابطة المجوزة أورجيكو كيف بشرحها هاي بالمستقبل الأت هاي بتحط بجيبتك الأكسجين رابطتين في رابطة بوديها للكاربونال جروب وبربطها بالسي وا الآن عندك إخوان اثنين واحد حبتين سنيكر واحد حبت سنيكر لا إحنا مقاطعين سنيكر شو في إيشي ذالي أحسن حبت حبتين عوامة وحبت عوامة وابن الجيران إجا بربيره النازلات من أنفه من غير هدوم بعيط بدك تخلص منه لو بتظل تطرد من الدار ملزق الآن أخوك ما هو حبتين عوامة وأختك ما هو عوامة واحدة بتأخذ من مين من الموضوع عوامتين ولا عوامة عوامتين لأنه إذا خطت من العوامة بتخلص من بربير ابن الجيران وبتبلش بربير أخوك صح بصير عيض لا بكسر رابطة هون والأو بعطيها الأج اللي بتجيبه صح بصير زي هيك بصير أو أج وبعدها بصير حلقي بهاي الطريقة وصلت إذن هذا عبارة عن نينير وتحول إلى رينج فورم طيب هذا هذا الابريفييشن هذا الاختصار مجرد وشفته حلقة سداسية لاحظت جماعة الحلقة السداسية زواياها إيش كربون وكربون 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 وأكسجين زي الدبابة وهذا السايق السايق من قدام هذا سي لا سي وان سي تو سي ثري سي فور سي فايف والسي ساتسي لفوق هذا هي لو المدفع تبح هذا المدفع سي سيكس طيب يعادك إيش هذا قال هذا أكسجين ليس كربون أياها نرجع لورا هذا هي الأو اللي هون هذا هي هذا هي سي وان سي تو سي ثري سي فور سي فايف سي 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 بنرجع لسي فايف بنجع الأو ومن الأو بنطلع وين على سي وان هذا هي من الأو بنطلع هاي الأو على سي وان هون العد إيش كان إنتوا اضطريتوني أزود عليكم المعلومات العد هون عكس عقار بالساعة زي الطواف حول مكة وان تو ثري فور فايف او وان تو ثري إذن الطواف حول مكة هاي البنت هي عزابي شو بظل تقول يا ربي إذا بتبعث لي ابن حلال معه مصار كثير وبيحب السياح والسفر ومعه السيارة غالية وما بحبش أكل الدور دائما المطاعم يا ربي مش عشاني عشان ماما تفرح فيي يا ربي غير أخذوا شهر العسل على مكة المكرمة وطيف حول مكة إذن وهي لينير عزابية وين بتطوف يا جماعة حكولي وين بتطوف حول المطبخ لا بعيدة 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 بنت يلا لا يوطرز انه ولا مطبخ وحيطحك عليها بعدين بعدين المطبخ اه بتطوف حول مكة لما تخطبه تتجوز وتربطه بعقد ليس له تاريخ انتهاء أشوف تيش أبوش هضاكي اليوم يدور بنسخة العقد من أولا لأخرها ودقق 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 قلوه شو مانك يا بابا ليش تقرى فيها قال والله أدور على تاريخ الانتهاء ما لم يلاقينه تاريخ الانتهاء هذا ما ينتهي هذا المقفل هايوا إذن لاحظ لما صارت رينك العد هون واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة اكسجين إذن لأوين أنتي كلوك وايز زي الطواف حول مكة لما خطبت ضمنته قلت لك هو مكة حطير مش حطير خلنا أوليش يروع اسطنبول بس صير الطوف حول حول اسطنبول ها لاحظوا فلس صير تروع اسطنبول عكس المرة الماضية بس يقولها مش وعدتين نروع على مكة بتقول لك هو مكة بالهطير خلنا نروع اسطنبول شارع سألو بعد يام نروع مكة لاح العد هنا واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة أكسجين العد اتجاه العد هنا هون زي بعض ولا لا عشانيك يا شباب ديروا بالكم البنات تفكيرين هني بعدهن لينير غير عن تفكيرين لما بصير الرنج إذا صادته خلاص أكل هواء ويسألي أبوكي بس دكتور مش العكس لا وين ها طلع العد العد واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة او واحد اثنين ثلاث إذا نلاحظ حوال مكة ولا مش حوال مكة طيب هنا واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة أكسجين واحد حوال مكة ولا عكس عكس حوال اسطنبول حوال اسطنبول يعني والبنت بعدها على أرض الواقع بتقول يا ربي إذا بتجيب لي أحلام أمي لروح عمرة بس يجي وصير الحال موجود شو بس يتقول هو مكة بدها تطير ملحقين خلنا نرويش عاستنبول بتتغير البنت مظبوط أنا هيك بشرح المادة لطلاب البكالوريستين ثانية إن كانوا طب أو تحليل أو 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 بنفس الطريقة هذه من باب الضحك ومن باب إنه ننبسط يعني طيب لو جبنا غلوكوز وربطناه بالغلوكوز مونمر مع مونمر شو بس يصير بالأخير يا جماعة مالتوز مالتوز تحديدا سكر ثنائي سكر ثنائي أحد السكريات الثنائية اسمه مالتوز يبدأ بحرف إيش المالتوز أم أم واللي بيدرس كل مادي بيبدأ بحرف إيش أم أم أنا من جماعة المالتوز من عشاق الكلوكوز إذن أنا غلوكوز زائد غلوكوز مالتوز وهو دايساكرايد بس في عندنا كمان دايساكرايد ثاني وثالث ولا لا كلهم بعضهم شي من سميهم من عائلة دايساكرايد أو دايساكرايد عشان نعملهم نعمل دايمر أو نعمل دايساكرايد شو سوينا عملنا دايساكرايد وعقدنا العقد بين اثنين مسخمطين من two منو 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 صح ولا لا الغلوكوز ممكن الغلوكوز مع غلوكوز ممكن الغلوكوز مع غلوكوز ممكن غلوكوز مع فركتوز لكن واحد منهم جباري الغلوكوز يعني هي في بنت بتتجوز هو في بنت بتتجوز أو في شب بتتجوز عشان رابطة هي هي غلوكوز وفي ناس بالفضوها وكليه ما صح ماشي في حدا بتتجوز بس لأسبوع أو لشهر وخلص ولا أساس الزواج عندنا بالإسلام الاستمرارية والاستقرار والديمومة إذن المفروض تكون زواجنا كووفلنت ولا ممكن نصير لا سمح الله في طلاق محد بحب طلاق شوف إذا في طلاق معناته يا حمادش ضدت يا أنت ضد حمادش ديري بالش معناته بلش الأفاعي تشتغل من تحت لتحت تمام لكن عشان نربط كووفلنت لي مونوسكرايد مع مونوسكرايد يعني تو مونوسكرايد شو بيعطينا بالأخير داي سكران والرابطة شو اسمها وطبيعتها آه ديروا بانكو هناك فرق ما بين اسم الرابطة وطبيعتها اسمها غلايكوسيدك طبيعتها كووفلنت قوية دكتورينا محاضرة آه احنا على خمس ونص أيوة خمس ونص آه سلنا معتدين عليكم ثلاث دقائق طيب قلوا لي هم قال عطين انه خلصت لا ساعة خمس و عشرين فيت خمس عشر دقيقة آه ما في عنكو خمس عشر دقيقة هذولا الكو عشان تمشوا من المطبخ للغرفة الثانية توشبكم على محاضرة ثانية وترجع على المطبخ تكامل الطبيقات تمام يا جماعة لا دكتور عافية دكتور انتهت المحاضرة هون الله يعافيكو حياكم الله وبياكم انبسطوا كنتم مع دكتور مويقا طابي في محاضرة البيولوجي إلى أن نلتقي معكم بمحاضرة أخرى نستودعكم بالله الذي لا تضيعه ودائعه وهي حنعمل إيش احزروا شبه دعمك حياكم الله بدي أعمل أخذ بدي أخذ شو بيسموه الحضور والغياب وهي أخذنا الحضور download attendance إلى أن نلتقي معكم في محاضرة أخرى دكتور هياك الله تفضل تفضل دكتور أنا مبارح سجلت معاك ودخلت اليوم متأخر بنحسب غياب ولا لا ما بنحسبش غياب انت خايف على الغياب ولا خايف على المعلومات الجوغالية اللي راحت عليك عن معلومات عن معلومات ما صدقت أنا ما صدق أنا وبالله ما صدق طيب توقع يعطيك العافية يعطيك العافية الله عافيت وعافية رائبة يلا ممكن تقبلنا على الفريق عشان تدرك ما سبقنا عشان محاضرات يعني يمكن أربع محاضرات الله يعطيك العافية ليش جاي مش أخره شو اسمش أول شيء آآ لا كنا مسجلين عن دكتورة علا بعدين سحبوا حطونا عن دكتورة نور بعدين احنا جينا ضغطنا المد عندك مش خلص التسجيل والغاذة لا لسا فيه سحب وضعف مفتوح كان ولا واسطة ولا واسطة ولا هم ها طيب حياكو الله حياكو الله حياكو الله توكى الله دكتور عندي سؤال اتفضل قبل ما أكتب هاي ستوب يلا غيره شو بدك